ومعنا مشاهدين عبر اسكايب من باريس سياسي والعراقي سيد أمير المفرجي مرحبا بك أستاذ أمير بعد أن وردت أنباء عن ترشيح قيادين في تحالف النصر ترشيح فالح الفياضي منصب رئاسة الحكومة خرج الاتلاف لينفي الخبر كيف تقرأ هذا التناقض في التصريحات بين الاتلاف الواحد؟ مساء الخير تحيات تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الرافدين وحياة الله لا شك إن ما يحصل في العراق هو ليس إلا صراع قد يتطور من صراع سياسي بين هذه الأحزاب التي تكذب دائما ولا تقول الحقيقة للشعب العراقي إن ما يحدث في العراق هو صراع بين الأحزاب الشيعية نفسها التي جاءت بها إيران إلى العراق منذ 2003 هناك انقسام داخل الأحزاب الشيعية في العراق التي كانت لها اليد الطولة في حكم العراقيين والفساد وما جرى على هذه الشاكلة ما يحصل الآن هو انقسام واضح من أراد أن يطور علاقته مع إيران ومن البعض كمقتدس صدر الذي شاهد بأن الكفة قد ذهبت من يد إيران وقد تذهب إلى أمريكا فاضطر إلى أن يكون مع الجهة الثانية إذن هناك صراع سياسي قد يتحول إلى صراع يعني مسلح بين الأحزاب وبين الحج الشعبي نفسه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القوات التي يتبتع بها الجالبين في الوقت الحاضر تحالف الفتحة أستاذ أمير ذكر أن قرار العبادي قالت الفياض من منصبه بادرة خطيرة بإدخال الحج في الصراعات السياسية ألا تعتقد أن قالت الفياض تأتي في إطار تصفية الحسابات؟ شيء طبيعي أن ما حدث اليوم أو أمس بالنسبة إلى إقالة الفياض من منصبه كرئيس للحج الشعبي والأمين لمجلس ما يسمى بالأمن القومي العراقي هو دلالة على أن هناك شيئا ما سيحدث لأن ما حدث بالنسبة لهذه الشخصية التي لها التأثير الكبير بالنسبة لإيران في العراق هو أن إيران أرادت أن تكسر الكتلة التي كانت تحت لواء السيد حيدر العبادي وما حدث اليوم هو كانقلاب داخل الكتلة الشيعية نفسها إذا ما خذنا بعين الاحتبار نستطيع أن نقول طرد حيدر العبادي للفياض من هذا المصب الكبير إذن هناك تطور في ما يحدث في العراق ما يحدث لتكوين الكتلة الأكبر وأنا سبق وأقول بأن المشكلة ليست في أيدي هؤلاء وإنما هي تتبع ما يحدث بين العراق ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هؤلاء يعملون لأن يكونوا في الوقت المناسب للحصول على المناصب لأنها صراعات مناصب وليس صراعات لحكم العراق لأن حكم العراق الآن يعتمد على الصراع الأمريكي الإيراني الذي ما زال يحدث تحت الخفية وهناك مفاوضات بين أمريكا وإيران على مستقبل العراق على ما أعتقد قبرت ماجورك في العراق في هذا السياق قال النائب السابق والعبداللطيف أن معظم الأحزاب بما فيها حزب الدعوة تمتلك ميليشيات مسلحة هل تعتقد أن سلاح تلك الميليشيا يمكن أن يكون حاضراً وسط هذا الصراع السياسي الذي بدأ يفتد؟ شيء طبيعي هناك أحداث قد حدثت في الآوينة الأخيرة على المشهد السياسي العراقي وعلى الأرض العراقية هناك إعادة وجود لهذه الميليشيات قد سحب قصر منها من الموصل ومن محافظة صلاح الدين وقد تم وضعها بصورة مؤكدة في مناطق بغداد ومناطق حزام بغداد إذن هناك نية في أن يتطور هذا الصراع بين الأحزاب الشيعية التي قسبت فيما بينها قسم ذهب إلى أمريكا وقسم ذهب إلى إيران قد يتطور إلى صراع بين الحج الشعبي نفسه وعلى حساب العراقيين وعلى حساب ما حدث للعراقيين من مشاكل منذ 2003 إذن نحن أمام مأزق جديد قد يتطور على الساحة العراقية ألا وهو صراع قد يدفع بالآلاف القتلى بين العراقيين نتيجة لهذا التدخل الخارجي الذي نشده وخصوصا التواجد الإيراني والتلاعب بمقدرات العراقيين عن طريق استعمالهم لأغرار قومية إيرانية بحثة ليس لها أي علاقة بالعراق وبمستقبل العراق وفي المحصلة أستاذ أمير مع كل هذه الصراعات والتجاذبات ومع السعي الأمريكي لتقلص أي نفوذ إيراني داخل العراق إلى أي مدى تعتقد أنها بداية النهاية لهذه الميليشيات المتصارعة على السلطة في العراق؟ أنا في نظري الشخصي وقد أخطئ أن الإيران التي استعملت هذه الميليشيات القابلية على إنهاء هذه الميليشيات إذا استطاعت أن تجد حلاً مع الولايات المتحدة يضمن لها ما تريده مع الولايات المتحدة في إيران يعني مقاها في الحكومة أنا متأكد بالنيران قد تستطيع أن تضرب الميليشيات العراقية الواحد بالآخر إذا كانت مصلحتها مع الولايات المتحدة تتطلب ذلك إذن الميليشيات الموجودة في العراق قد تكون نهاية للتواجه الإيراني وبأياد إيرانية نفسها لأنها هي التي جاءت بها وهي التي تستطيع أن تخرجها من العراق بمشاكل فيما بينها وبصاح قد يحرق الأخضر واليابز على الأرض العراقية شكراً جزيلاك عبر اسكاد من باريس سياسي العراقي سيد أمير المفرش